كما التقى رئيس السيسي رئيس المجلس الأربي على همش نعقد قمة ميطاق التمويل العالمي الجديد حيث رحب رئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأربي مؤكداً لاهتمام بتطوير العلاقات التونائية وتعميق الشراكة بين الجانبين آخداً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطية وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية ودولية وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهابي والفكر المتطرف وأيضا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط تم كذلك مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها